تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس وزراء المملكة المتحدة كيرستار مار بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وخلال مكالمة هاتفية أعرف الرئيس السيسي عن تطلع مصر للعمل المشترك بين الدولتين لتعزيز علاقات التعاون التي تربط بينهما خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الدولية والإقليمية حيث أوضح الرئيس السيسي رؤية مصر لكيفية استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والذي يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر وعرض الرئيس السيسي في هذا الصدد مستجدات الجهود المصرية لإنهاء الحرب بقطاع غزة وتبادل المحتجزين مشددا على أولوية إنفاذ المساعدة الإنسانية لأهالي قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم والدفع بمسار سياسي على أساس حل الدولتين ومن جانبه ثمن رئيس الوزراء البريطاني الدورة المصرية مؤكدا حرصه على استمرار التنسيق المكثف مع مصر في إطار الجهود المشتركة لضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط